هنا بردو ده أول صيف بعد الحرب جمسة ضيعت مستقبلها طيب قبل ما نقول جمسة ضيعت مستقبلها تعالى نقول انه راسة البرة كانت قفلة هنقول ايه اللي كان قفل وبينروح لجمسة احنا هنقول الاول احنا 67 لما حصلت احنا بقى عندنا ثلاث مصيف كبار جدا أساسيين قفلوا اسكندرية لا اولا اسماعيلية بورسعيد السويس التلاتة دول ما بقاش موجودين خلاص مدون القناة بالإضافة الراسة البرة وبالتالي فالكتلة الكبيرة من المصيف ما بقيتش موجودة صحيح فبقنا محتاجين مصيف بديلة كان ايه المصيف الجهزة 62 جمسة بتاعت تعلن عن نفسها وبتجذب الناس وتبدي نفس الروح بتاعت راس البر وكده بالضبط وبتاعت الناس تروحها بس ما كانش فيه كسافة من 67 ل73 مصر كلها راح تجمسها بقى هو ده المصيف البديل وبدأت جمسة تعمل نفس البتاعه وفطير والعجل والأجواء بتاعت راس البر لدرجة انه 12 خبر ساعة 68 لانه مفيش داعي للناس تصيف بر مصر جمسة موجودة يعني هو ده العنوان يعني هو عدروح بر مصر جمسة في انتظارها بالمناسبة نجاب حتى الخبر ده انه لا داعي للتصيف الخارج جمسة موجودة يعني فكرة انه جمسة وصلة من العنوانية لانها بتنفس طيب هنرجع تاني هستأذن زميلنا مصطفى نرجع اهو الخبر اهو مفيش داعي جمسة مستعدة ولا داعي للتصيف الخارج والناس كانت بتروح الخارج فين؟ الناس كانت بتروح حوالي اليونان كانت بيروحوا اليونان بشكل احنا احنا منكلم بس هو هنا اخد بال حديك هو هنا بيخطب طبقة تانية وبيخطبهم بيه بجمسة يعني اخد بال حضرتك تاريخية لو رايح اليونان تب جمسة مستنياك تتسيب جمسة المين يعني